راديو الأهرام يقدم مكان في الوجدان مع جينا الإلش هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن شارع سليمان الحلبي شارع سليمان الحلبي دوبري سابقا يبدأ بمقدمة فنية سينمائية يدعمها حكايات شارع عماد الدين وينتهي بسوق لقطع غيار السيارات ويمتد على حفة منطقة الأسبكية التي كانت بحيرة حتى منتصف القرن التاسع عشر وصارت متنزها طبيعيا وفنيا في نهاياته والتهمها حريق القاهرة عام 1952 وسكان الحاليون خليط من صغار التجار وبقايا أبناء البلد الذين صارعوا لاستكن به للفوز بالامتيازات التجارية والفنية والطبقية التي وفرتها التجديدات والإضافات العمرانية والخدمية التي أنجزها الخديوي إسماعيل وبفضلها صار الشارع على بعض خطوات من مركز قاهرته الأوروبية الشارع كان ضمن بؤرة القاهرة الفنية المصرحية والسينمائية والغنائية التي ارتبطت بشارع عماد الدين قبل أن تنحسر عنها الأضواء بعد حريق القاهرة ثم تنتقل نهائيا إلى مكانها الحالي في شارع الهرم وسكنه وجلس على مقاهيه على مدى السنوات عديدة من رواد التمثيل والغناء العربي أرضه تحفظ حتى الآن صفحة أليمة من فصول الصراع بين الشرق والغرب في الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت في 14 يونيو عام 1800 كان الجنرال كليبر قد تجاوز أرض الشارع وبدأ يتفقد أحوال قصر الألفي الذي يقع على حفته وكان مقرا لقيادة الحملة وكان القصر المحاط بحديقة يمتد الشارع في جانب من مكانها الآن مدمرا بأحداث ثورة القاهرة الثانية وكان كليبر ينوي بعد ترميمه أن يضيف إليه قطعة أرض مكانها الحالي تلت الشارع من ناحية عماد الدين وبينما هو يتفقد مع أحد مهندسي أحوال القصر اقترب منه شاب يضع على رأسه عمام خضراء هذا الشاب هو سليمان الحلبي وظنه كليبر متسولا أو أحد ضحايا قمعه لثورة القاهرة غير أن سليمان الحلبي واصل تقدمه بلا تردد وحينما لاحظ كليبر أنه يمت يده اليسرى ظن أنه يريد تقبيل يديه فقرر أن يمكنه من ذلك الشرف وهو على مضط وبمجرد أنه مد يده أخرج الشاب يده اليمنى ليس لمصفحته كما توقع ولكن لطعنه بالخنجر الذي كان يخفيه بين ملابسه سليمان الحلبي طعن كليبر في صدره وبطنه وتقريبا قبل أن يكتاز أصوار القصر وأرض الشارع هاربا وكان قائد الحملة الفرنسية قد فارق الحياة للأبد سليمان الحلبي أعدم بوسيلة همجية تماما بناء على حكم نطق باللغة الفرنسية فقد نطق كلماته قاضي الحملة وحكم على الحلبي بحر قياده اليمنى سليمان الحلبي ولد عام 1776 في مدينة حلب السورية وحياته ارتبطت كليا بالقائد الفرنسي كليبر ولعل المقارنة بينهما تكشف عمق الفجوة والتناقض بين حياة الشرق الخاضع والغرب الغازي فبينما كان والد سليمان يفكر في عمل يضمن حياة مستقرة لابنه كان كليبر قد أنهى دراسته للهندسة المعمارية والتحق بجيش ملكة بلغرية وبينما كان كليبر يقتحم مدينة الأسكندرية غازيا وقاتلا كان الحلبي ينتقل بين غزة ويافة والمدينة المنورة وحلب طلبا للعلم والرزق وبينما داء كليبر إلى القاهرة لسبب معلن وهو تطبيق شعارات الحرية والإخاء والمساواة وإنقاذ أهل مصر من ويلات الجهل ولسبب خفي وحقيقي هو مجد إقامة إمبراطورية فرنسية في الشرق دخل سليمان القاهرة في سبيل الجهات في سبيل الله وظل يتابع كليبر من شارع إلى شارع ومن قصر إلى قصر حتى تمكن منه في أرض الشارع الذي يحمل اسم الحلبي خرجت جنازة كليبر من أرض الشارع تتقدمها كتائب جنود المدفعية والمشاه وبينما كانت الطبول تدق دقا جنائزيا خافتا حمل نعشه على مركبة تجرع الجياد وفوقه سيف كليبر وقبعته وشارته والسكين التي تعن بها وخلفه انتظم قادة الحملة وأعيان القاهرة في طبور طويل بدأ من أرض الشارع وتبعه طبور آخر من طوائف الصناع من كل صنف ونوع هذا الموكب الجنائزي المهيب خرج من أرض الشارع ومر من الأسبكية والناصرية قبل أن يصل إلى تل العقارب بالقرب من جامع أحمد بن طلون وهناك ظهرت جنازة مناقدة تماما وهي جنازة سليمان الحلبي فبمجرد أن أنزل نعش كليبر تقدم محافظ القاهرة اليوناني وأطاح أولا برؤوس طلاب الأزهر الأربعة التي أثبتت التحقيقات أنهم عارفوا بعزم السليمان الحلبي على اغتيال كليبر ولم يبلغوا السلطات الفرنسية ثم تقدم المحافظ من سليمان الحلبي المقيد بالحديد وبدأ تنفيذ الحكم الفرنسي بوضع يد السليمان الحلبي في المجمرة حتى احترقت تماما ثم تركه بعد ذلك حتى مات انتهت حلقتنا النهاردة استنوني الحلقة الجاية في مكان في الوجدان مع جينا الإش ترجمة نانسي قنقر